إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الإخوة والأخوات الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصرة بلاد الحرمين واجبة على كل مسلم ومسلمة وذلك لأنها بلاد الحرمين ونصرة بلاد الحرمين يجب أن نقف فيها وأن نقف معهم بالذات جماعة في هذا الزمان الذي اتمن فيه الخائن وخون فيه الأمين وصدق فيه الكادب وكذب فيه الصادق ونطق فيه الرويبضة قالوا ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة استهدف الحوثيون الشيعة الرافضة قبح الله وجوههم ومن معهم من الداخل والخارج استهدفوا مكة المكرمة واستهدفوا بيت الله الحرام بصواريخ عديدة وكثيرة سبعتاشر ساروخ أو يزيد في خلال اليومين الماضيين تقريبا كلها ألقوها وصوبوها تجاه بيت الله الحرام في مكة المكرمة والغريب إنه ما سمعنا أي صراخ ولا أي عويل ولا أي شجب أو إذان حتى من حزب الإخوان المسلمين المتاجرين بقضية فلسطين الآكلين بفلسطين الأموال حتى غنوا بسبب متاجرة بقضية فلسطين طيب دي مكة وده بيت الله الحرام الربنا سبحانه وتعالى قال عنه في كتابه إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين والذي قال الله سبحانه وتعالى عنه ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والذي قال الله جل وعلا عنه ثم محلها إلى البيت العتيق طيب وين حزب الإخوان المسلمين دي أول نقف عندها وين حزب الإخوان المسلمين الخوانة اللي آم عن مناصرتهم لبيت الله الحرام أنا بسأل سؤال وين الشجب والإذانة والاستنكار وين بغض النظر عن السرودية نفسها ده بيت الله الحرام ربنا قال عنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع عليم وقال تعالى عنه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشريك به شيئا طيب وين ولا سمعنا زعل ساكت ولا من القنوات التابعة لهم قناة جزيرة ولا قناة طيبة بتاعت السرورية الإخوان المسلمين الكيزان ناس عبد الحيوسف ولا غيرهم في الداخل والخاري ولا ناس القراضاوي ما سمعنا بكوركو ولا سمعنا ناس محمد حسيني عقوب الإخوانجية بتاع مصر ولا محمد حسان الإخوانجية بتاع مصر ولا بسحاق الحويني من الإخوانجية بتاع مصر ولا سمعنا كلام من الإخوانجية بتاعنا الكويت ولا سمعنا شجبي أو إدانة أو استنكار لاستهداف الحسيين لمكة المكرمة من الإخوانجية بتاعنا السودان ولا الإخوانجية بتاعنا السعودية ولا أي إخوانجي من أي دولة في العالم بالله دل ما خوانا؟ أسألكم بالله دل ما خوانا؟ والذي لا يغضب لبيت الله الحرام أعظم بيت على وجه الأرض 보يت الله بيت الله الماب يغضب له دا لراجع دينه ولراجع عقيته لأنه دا قبلة جميع المسلمين على وجه الأرض ولا تقبل صلاة أحد من المسلمين إذا صلى لغير الكعبة متعمدا عارفا عالما الله ما بيقبلها دقي بلاتهم كلهم ما بيجر الله عنه أنا ما سمعت أبدا إلا السلفين وعلماء السلفين زي الشيخ الفوزان والشيخ سليمان رحيلي وغير من علمائنا الأجلاء حفظهم الله تعالى لكن غير السلفين وأهل السنة أنا ما سمعت من الخوانة البسموم الإخوان المسلمين زوروا نبوهتان ذيل ولا غير ما سمعت ولا الصوفية ما سمعنا أي شجب ولا إيدانة سبحان الله سبحان الله الوقفة الثانية الاستهداف للكعبة من الحسيين الشيعة الرافضة ده بيوريك خبص عقيدة هؤلاء الحسيين ويوريك أيضا بالمقابل خبص الذين يدافعون عن الشيعة الحسيين الناس البداف عنهم يقولوا ما كانوا يكتلوهم وما كانوا يحاربوهم في اليمن الحسيين الشيعة وكانوا يخلوهم وذين الناس كويسين وعندهم قضية وطنية بدافوا عنها كل هذا الهراء زال الآن بالمناسبة وانتهى واضمحل وافتضح أمرهم وتبين حالهم أنهم يحاربون الله ويحاربون بيت الله سبع طاجر ساروخ فكوا في بيت الله في الكعبة لكن ربنا وفق السعوديين جزاهم الله خير صدوه كله في الجو قبل ما تنزل وقبل ما صيب البيت الحرام وقبل ما صيب أي أحد من المسلمين هناك فجزاهم الله خيرا وبارك الله في أهل المملكة العربية السعودية حكومة وعلماء وشعبا وأمراء وإن رغمت أنوف الناس بدأبوا عن بيت الله والله جزاهم الله خير ونفديهم ونقف معاهم ونفدي بيت الله بدمائنا وأرواحنا إن سنحت لنا الفرصة وتوفرت لنا الشروط الشرعية للجهات يعني جاهزين جاهزين تب لكن الخونا اللئام القاعدين كانوا بيشتموا في المملكة وبيشتموا في حكومة المملكة وبيصنوا على الحسين زي تنظيم حماس الإخوانجية المجارمة السعودين بتأكل في الشعب الفلسطيني وحماس الإخوانجية الفلسطينين بيشكروا في إيران والحسين بل بيمشوا بيكرموا في الحسينيين في اليمن أهل الحسين ضربوا بيت الله الحرام تمشه وين يا أخوان يا لئام يعني حماس والإخوان المسلمين وغيركم من المجارمة تمشه وين من الكلام ثلاثة نقطة مهمة جدا جدا وهي فطح عقيدة الرافضة الرافضة يا أخواننا ما عندهم أي علاقة بالإسلام عقيدة ولا منهجة إطلاقا هم أعداء لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه ولصحابته ناس بكف الرسول صلى الله عليه وسلم الناس بيقولوا الحوسي حقهم الله وفي رواية واحدين يقولوا الحوسي هو الرسول ذاته النبي ذاته مكان محمد صلى الله عليه وسلم كيف ذا الجهاد مكوما واجب كيف يكون ذا الناس كويسين كيف ذا يكرموا يا أخواننا الآن بالمناسبة الصواريخ دي فيها خير كبير الأستاذة وفيها الكعبة دي بتفضع عقيدة الرافضة ولواك فيه معاهم من الشيعة والرافضة بتعين إيران وناس نصر الله المجرم بتاع لبنان قال كان غاشي المسلمين سنين عددة كل ما داريخدع المسلمين يقول الموت لإسرائيل ويتأكعد من إسرائيل وإسرائيل واقفة معاك ليه إضنينك من كرعينك ليه إضنينك واقفة معاك إسرائيل لكن شعارات فارغة كوفاء صماء عمياء بغش بها الجهلة من المسلمين الآن الستار أزيل واللسام الرفع والستار كشف عن وجه هؤلاء الرافضة كان حسين كان إيرانيين كان حزب الله في لبنان كان في العراق كان الأخوانجية الوقفين مع الرافضة الليلة اللسام كشف عنهم تهم الوقفة الرابعة قبل الأخيرة البيت الحرام محروس ومحفوظ من الله سبحانه وتعالى بنص القرآن لو كانوا يعلمون ربنا قال ثم محلها إلى البيت العتيق ربنا سبحانه وتعالى قال وليطوفوا البيت العتيق فما معنى العتيق التي جاءت في القرآن مرتين ما معناها العتيق كده بالألف واللام معناها المحروس والمحفوظ من تغول أي عدو أي عدو محفوظ بيت الله الحرام أشكد أبرها لما جب الفيلة وجب أعظم فيل عندهم اسمه محمود كما روي وغير من الفيلة قال داري كسر الكعبة ربنا سبحانه وتعالى قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل الطير شال في كراء اليمين حجر والشمال حجر وفي خشم حجر ثلاث حجارة كل طيرة ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصر ما أكون الحجر بخش في رأس النصران المجرم فوق ويقرقر ويقد ويطلع من دبره فيخر ميتا بإذن الله سبحانه وتعالى محفوظ كيف يا ربنا قال البيت العتيق يعني المحفوظ من تغول الجبابرة دي مسألة دي عقيدة حقه يعتقد أي مؤمن ويكون مطمئن تماما والغريب إن الكفار المشركين زمان كفار تب ويقول لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وكان بيطوفوا عراية زي ما الله خلقهم بالكعبة رغم ده كله رغم ده كله قال الواحدة إذن لك كاتل أبوه طيب بل بيت بل كعبة تعظيما للكعبة لا يمسه بسوء دول كاتل أبوه تعظيما للكعبة لا يمسه بسوء مع الغير الشديد والحمية الشديدة والقبلية الشديدة اللي كان عند العرب قبل الإسلام والشركة اللي عندهم رغم ده كله تعظيما لبيت الله إذن لك كاتل أبوه طيب بالكعبة ما يسألوا الحوسين الليلة ما عندهم زر بتاع التعظيم لله ولا لبيت الله ولا لرسول الله والإخوان المسلمين معهم بالمناسبة معهم يعني معاونينهم وفي معاهم وشفتوا مشه كرم وقادة حماس هس قبل الأسبوع هس قبل الأسبوع الفادة فيه مشه للقادة الحسين مشه ناس حماس للحسين وحصل تكريم بيناتهم وأحضان بيناتهم وبلاوي متلتلة لكن الرسالة الآخرة الخامسة للمسلمين المسلمين الطيبين المحبين للرسول صلى الله عليه وسلم يا ريت تكونوا يا مسلمون استوعبت الدرس وعرفت أعداءكم من الداخل وهم الزراع اليمنى المنفزة لمخططات اليهود هم جماعة الإخوان المسلمين والصوفية وغيرهم 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 وهم مع اليهود وأسوأ وأخبس من اليهود آذوا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم جزاكم الله خير وبارك الله